رسمي بيتكلم على المباحثات بين البلدين صدر عن الخارجية المصرية النهاردة مساء هذا اليوم عقب الافطار لانه فيه اجتماعات تكون بكرة ان شاء الله في القاهرة بكرة وبعده البيان الخارجية المصرية خلينا اقول له حضراتكو عشان نقرأ البيان ونحلل ما هو قادم فيما يتعلق فيها العلاقات المصرية التركية البيان المصر بيقول ايه او قال ايه تعقد المشاورات خلي بالكو البيان من فقرتين وكل فقرة بتقول ايه حكايتنا تعقد المشاورات السياسية بين مصر وتركيا برئاسة السفير حمد لوزا نائب وزير الخارجية المصري والسفير سادات اونال نائب وزير الخارجية التركي في الفترة بين من 5 الى 6 مايو 21 في القاهرة يبقى الفقر اقول له بنتكلم على مشاورات سياسية هتضم نائبي وزيري خارجية مصر وتركيا لمدة يومين اعتبارا من بكرة ان شاء الله بكرة وبعده الفقرة التانية بتقول ايه ستركز المناقشات الاستكشافية على الخطوات الضرورية التي قد تؤدي الى تطبيع العلاقات بين البلدين على الصعيد السنائي وفي السياق الاقليمي يبقى هنا عندنا نتكلم خارجين مصرين النهاردة بتتكلم على المشاورات رقم واحد رقم اثنين مناقشات استكشافية حطي تحت استكشافية دي عشرين خط ليه بقولي استكشافية لانه انت عايز تشوف الطرف الاخر عنده ايه ايه اللي هيقدمه وبالتالي احنا بنستكشف من خلال هذا اللقاء هل هناك جدية من تركيا لعودة علاقات كاملة لتطبيع العلاقات بالمناء مصر وكمان على مستوى الاقليم مش مصر وخلاص انه خلي بالكو مصر هنا بتتكلم ايضا يعني في عدم لفات المهمة هقول لحضراتكو عليهم بعد شوية طيب ماذا يعني بيانة الخارجية المصرية التحليل السريع لهذا البيان اولا الاعلام على مدى اليومين اللي فات وبتكلمه على الوافد التركي موجود في مصر الوافد التركي وانا اقول لكم المعلومة الصحيحة لم يصل القاهرة حتى الان تاني دلوقتي الساعة 11 الوافد التركي مجاش يعني ما وصلش الانبارح ولا اول ولا لدلوقتي الوافد التركي سيصل القاهرة فجر الاربعاء يعني اربع خمس ساعات من دلوقتي تاني اربع ساعات من الان اربع خمس ساعات من الان سيصل الوافد التركي الى القاهرة وتبدأ المباحثات غدا أو اليوم ثم مباحثات تاني يوم ماذا يعني هذا الأمر يعني طبعا من عندنا سفير